الحلق مدايك في حاجة أخده ممكن لو عايز أنا أخد هو شو بص خمسين ده هو ألف ري خدت أخد واحدة ألف إقراط لا هو قبل ما يجي هذا من خزنة أحلام على فكرة أنا استعارته منه وعطيته بيجت؟ أيوة فردة من خزنة أحلام بالرياض فردة من خزنة أحلام على أنه هو ده ترينجل وده سيرك بباريس بفرنسا عنده بيت حط فيه خزنة رحت فتحتها لأنه هي ما حبيت تجمعون وعرتوا لرفيتي أسرقي فسرقت للتنين غلط رجعي تاني جبيل تاني فجابت فأنتو معرفتش حتى تسرقي يعني ما جيت تسرقي جديد وإحنا عصابة خيبة أنا ما خدتش بالي فعلا أنا وهي عصابة خيبة وهي أحلام عندها ما عنداش مشكلة أنها تنديكم الحاجات هي كريمة جيدة على فكرة منمزع عشان ما تستقش برضو هلأ بكرة تطلع القصة إنها تلبسهم هيك بقولوا هلأ بكرة عم نمزع عم نمزع عايز حلو ما عم نمزح مع وإيه يعني سوات نمزح مزحة كنت مع أحلام في البرنامج بتاعها من فترة تكلميني عن أحلام أحلام مش أحكي لك فقط يعني البرنامج هو محطة من محطات كثيرة طبعا طبعا بس أنا بسأل عن أحلام نفسها الإنسانة يعني أحلام شخص مخلص جدا يعني أكتر حاجة بتشدني فيها مخلصة لمهنتها بتحب تحب تكون جيدة تحب تكون كل حاجة تعملها لازم تكون أكسلنت مش عادية هتغني هتخش فوسك الأغنية هتلبس هتدور على أجود وأجمل وأغلى ومش هتستخسر في نفسها أي حاجة تعمل حفلة جيب كل حاجة ديس سورديس إيه الإكسل فده حاجة محترمة جدا فيها جدا مفيش ناجح من فراغ صحيح فحلق عمل لا فيه بعض عمل ألأ عمل ألأ عمل ألأ بتحب لها أغنية أيها أحلام حاجات كثيرة أغاني كثيرة بحب لها تغنيته مع بعض أغنية حلوات في البرنامج ولا في الحفلة في الموسم الريان في البرنامج وفي الحفلة في راس الصنع آه غنيت ليها أغنية بحبها قوي اللي هي نويلك عن الأعلانية نويلك الستة دي مش لازم تبطل هنا مش لازم مش لازم آه غني تاني ممكن يا سيد أقول إيه أي حاجة أنت عايزة تغنيها أي حاجة يونا نغني أغنيتنا آه تغني أغنيتنا لأ تعالي نقول شي قديم قديم هلأ بعد شوية نقول أغنيتنا يلا طبعا الله عليك يا أسومش وأنك حلوة بتعمل السلطن بثانية بتخلي أي إنسان يتسلطن بثانية أنا عمري ما سمعتها بتتكلم عن حد كده يا حبيب والله هي كريمة هم اللي عم تقوله مطت خليش بيقوله عم يخليني إزعل منك يا أمورة أنا عمري ما مدحك بها أنا عمري ما مدحك بها أنا عمري ما مدحك بها مش بالحجم ده تقول لك كاتكوت كاتكوتها نقطة أنا بحب عندها لستة مفردات دلع تخصها هي فقط أنا عمري كده جيب كلام ده منين لا هي يعني شكرا يا أخي شكرا يا أخي آه بحب لها آه يا ماتي كيف؟ آه يا ماتي يا ماتي يا ماتي يا ماتي أنا بحاول ألقط الكلمات دي أقولهم لأبني أحب الكلام الحلو استرحى أنا بحب بالدلع وناس تدلعني ودلعون يعني اخت الحياة والله كابنا صير الدنيا صعبة والله العظيم الدنيا تحبتنا كلها مشاكل هينو عشوية يا أختي أختي والله الواحد مننا بيقاعد ايه والله وبعدين تلقى فيه واحدة عايزتها تلقى برضو عن يرجل ها بدأ كويس نزله من 14 طب من 14 طلعوا من الليستة أوهو خمسة خدوا عفو خدوا عفو سبحان الله حسنوا أدعفا كانت ايه المناسبة انه صار العفو لا تحسنوا مع الوقت يعني هو كان 14 20 أو 15 سنة أنا كوريوس لإيه للي عنده أغنية واحدة والله العظيم مش عارفة اللي دماغي والله معرفتش مش عارفة ايه شد فيناتش ايه قصيد مين في ايه انه على ها انسوه خلاص ما رح حقلك بعدين تمام انتي معقولة بدأ كنت شمتي في بس هي حقولك هحكي لك بس حقولك بعدين بس هي وصلت له الرسالة هو عرف نفسه يعني كده لما تفرج علينا يعرف أنه أنا كنت حوز أعرف منه هو اكل أسا أسا اكل أسا أسا للقصة بودكاست بيك تايم يحرم عليكم أول مرة أعمل بودكاست يكون فينا ميما